أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ المجلس السادسة من مجالس تفسير سورة يونس وقد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى قالوا اتخذ الله ولدًا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطانٍ بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون يقول الله سبحانه وتعالى منكرًا على من ادعى له ولدًا سبحانه هو الغني أي تقدَّس عن ذلك هو الغني عن كل ما سواه وكل شيءٍ فقيرٌ إليه فكيف يتخذ ولدًا وله ما في السماوات وما في الأرض كيف يتخذ ولدًا وهو الغني سبحانه وغيره الفقراء كيف يتخذ سبحانه ولدًا وهو القائل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد له ما في السماوات وما في الأرض أي فكيف يكون له ولدٌ مما خلق وكل شيءٍ مملوكٌ له عبدٌ له إن عندكم من سلطانٍ بهذا أي ليس عندكم دليلٌ على ما تقولونه من الكذب والبهتان العظيم كيف تنسبون الملائكة وتقولون إنها بنات الله كيف تدعون أن عيسى أو عزيرٌ ابن الله إن هذا لهو الإفتراء إذ إن قولكم ليس عليه دليل وليس له برهان وليس عليه سلطان أتقولون على الله ما لا تعلمون إنكارٌ ووعيدٌ أكيد وتهديدٌ شهيد وتهديدٌ شديدٌ كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا لقد جئتم شيئًا إدَّا تكاد السماوات يتفطَّرن منه وتنشقُّ الأرض وتخرُّ الجبال هدَّا أندعوا للرحمن ولدًا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدًا ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدًا إن كلُّ من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدًا لقد أحصاهم وعدَّهم عدًا وكلُّهم آتِيه يوم القيامة فردًا ذكر أحدُّ الإخوة الأفاضل أن نصرانيةً عربيةً سمعت هذه الآية من سائق التاكسي فانتفضت وتأثَّرت وقالت سبحان الله السماوات يتفطَّر الأرض تنشق الجبال تخرُّ هدَّا أندعوا للرحمن ولدًا وأنا أقول صباحًا ومساءً عيسى بن الله فتابت وأسلمت إن من يدَّعي الولد لله سبحانه وتعالى لو قرأ هذه الآيات بتجرُّدٍ لعلم أن الدِّعاء الولد لله سبحانه وتعالى هو محضُّ تنقيص الله سبحانه وتعالى لا تقديسُه ولا تسبيحُه ولا تعظيمُه ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المُفترين ممن زَعَمَ أنَّ لَهُ وَلَا بِأَنَّهُمْ لَا يُفْلِحُونَ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ فأما في الدُّنْيَا فإنَّهُمْ إِذَا استَدْرَجَهُمْ وَأَمْ لَهُمْ مَتَّعَهُمْ قَلِيلًا ثم يضطرُّهم إلى عذابٍ غريض كما قال سبحانه وتعالى هنا متاعٌ في الدُّنْيَا أي مُدَّة قريبة ثم إلينا مرجعُهم أي يوم القيامة ثم نُذِيقُهُمُ العذابَ الشَّديدَ أي العذابَ المُعُجِعِ المُؤْلِمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ فخاتمةُ الآية تُنبِئُ أنَّ نِسْبَةَ الْوَلَدِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ كُفْرٌ بِهِ سُبْحَانَهُ أي بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادَّعوه من الإفك والزور فادِّعاءُ الولَد لله سبحانه وتعالى كُفرٌ به وعدَمُ توحيد فإنَّ الله سبحانه وتعالى هو الخالق الراز كلُّ من في السماوات والأرض له سبحانه فكيف تنسيبون له الولد كيف تجعلون له ولدًا إن من يحتاج للولد هو الناقص لا الكامل أما الله سبحانه وتعالى فهو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد بنهاية هذه الآية كما قلت لكم في بداية هذه السورة ينكون قد انتهينا من المقطع الأول من هذه السورة وقلت لكم أن السورة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام من أولها إلى نهاية هذه الآية والقسم الثاني من قول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ نوح وقصة موسى وقصة يونس والقسم الثالث آخر السورة فقال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم يا محمد يقول الله لنبيه واتل عليهم نبأ نوح أي اتل يا محمد خبر نوح واقصص عليهم خبر نوح على من؟ على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك الله تبارك وتعالى ذكر في أول السورة إهلاكه القرون لما كفروا وكذبوا فقال سبحانه ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وهذا في أول السورة وقال في موضع آخر لكل أمة الرسول فهناك إجمال وبدأ هنا بتفصيل نماذج وأمثلة لتلك القرون المكذبة المهلكة المعذبة فكأن الله تبارك وتعالى يقول واتل عليهم أي اتل يا محمد على كفار قريش أحد تلك القرون المهلكة وهم قوم نوح نبأ نوح أي خبره مع قومه الذين كذبوه كيف أهلكهم وأغرقهم عن آخرهم يا محمد لقد أجملنا لك هناك ونحن هنا نفصل ونضرب ونضرب الأمثلة بالوقائع الحية وبالأخبار الصادقة من نبي أرسله الله إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل فما آمن معه إلا قليل وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم أن هذه الآية أن هذه السورة ذكر الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم ومنها ولا يحزنك قولهم ومنها أن هناك من الأنبياء لا تحزن لا تقلق يا محمد لا يضيق صدرك حينما لم يستجيب لك أن تصادر نوح أنت لبثت سنوات معدودة قليلة نوح لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم لكن ما آمن معه إلا قليل كما ذكر الله ذلك في سورة هوت إذ قال لقومه أي نوح عليه السلام يا قوم إن كان كبر عليكم أي عظم عليكم مقام أي فيكم وبين أظهركم والمقام هو وقوف الرجل لكلام أو خطبة أو نحوه والمقام إقامته ساكنا في موضع أو بلد إذن المقام في الفتح هو وقوف الرجل لكلام أو خطبة أو نحوه وهنا المقام بالفتح أي وقوف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لكم دعوتكم ألف سنة إلا خمسين عاما إن كان كبر عليكم مقام وتذكير إياكم أي إن كان عظم عليكم بقاء بين أظهركم واعظا ومرشدا وداعيا إلى الله تبارك وتعالى بآيات الله سبحانه وتعالى بحججه وبراهينه بآياته الدالة على وجوده سبحانه القاضية بإفراده بالعبادة فعلى الله توكلت أي فإني لا أبالي ولا أكف عنكم في الدعوة وسأدعوكم وسأبلغكم وسآتيكم في أماكنكم حتى تقوم الحج عليكم متوكلا على الله سواء عظم عليكم ذلك أو لا سواء ضايقكم أو لا فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي فاجتمعوا أنتم وشركاءكم الذين تدعون من دون الله من صنم ووثن تزعمون أنكم محقون ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي لا تجعلوا عليكم أمركم ملتبسا فالفصلوا حالكم معي فإن كنت تزعمون أنكم محقون فأقضوا إلي أي ولا تنظرون أي أقضوا علي أهلكوني أقتلوني لا تؤخرون ساعة واحدة أي مهما قدرتم فافعلوا فإني لا أخاف منكم وهذه شجاعة الأنبياء في تبليغ الرسالة يبين الله عز وجل شجاعة نوح عليه السلام الذي لم يؤمن معه إلا القليل هذه المفاصلة القوية وهذا التحدي الكبير أي إذا أنتم كبر عليكم لا تنظرون ساعة واحدة والله سوف أبلغ كم دعوة الله كما قال هود لقومه كذلك والأنبياء في دعوتهم واحد إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون فإني توكلت على الله ربي وربكم فسلاح فسلاح الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم المعرضين المعاندين هو التوكل على الله وهكذا ينبغي أن يكون السلاح الداعين إلى الله تبارك وتعالى على نهج الأنبياء والمرزلين التوكل على الله عدم الخوف والوجل أن يأخذوا من الأنبياء القوة في تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله وأن يتوكلوا عن الله لأنه لن يضرهم أحد إلا بإذن الله فإن توليتم أي كذبتم وأدبرتم عن الطاعة فما سألتكم من أجر والتولي أصله الإعراض بالبدن ويستعمل في الإعراض عن المعاني والمواعظ وغيرها كما قال الله عز وجل عبس وتولى أي عبس في وجهه وتولى في بذنه فما سألتكم من أجر أي لم أطرب منكم على نصح إياكم شيئا إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين أي أنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل والإسلام أيها الإخوة هو دين الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم وإن تأنوعت شرائعهم وتعددت مناهيجهم كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة أي سبيلا وسنة فهذا نوح يقول وأمرت أن أكون من المسلمين وإبراهيم عليه السلام يقول إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصَّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أن يعقوب كذلك وصَّى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأوير الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقالت في القيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وقال الحواريون وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وقال خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة فالإسلام أيها الإخوة كما تقدم من هذه الآيات العظيمة هو دين الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات وديننا واحد أي وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تعنو عد شرائعنا وقوله أولاد علات وهم الإخوة من أمهات شتى والأب واحد يقول الله عز وجل في هذه الآيات فكذبوه بعد هذا البيان وبعد هذا الإضاح من نوح عليه السلام فكذبوه فنجيناه ومن معه أي على دينه في الفلك وهي السفينة وجعلناهم خلائف أي في الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين يا محمد انظر كيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يدعو على قومه ولا يريد أن يهلك قومه بل قال حينما قيل له حينما دعاه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين قال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشتك به شيئا نوح عليه السلام لما كذبوا هنا إجمال هنا أجمل الله عز وجل قصة نوح في ثلاث آيات آيات نجد مفصلة في سورة هود كما ستسمعونها إن شاء الله وتقفون معها وقفات كثيرة في الأسبوع القادم قصة نوح عليه السلام مع ولده الذي قال رب نبني من أهلي وإن وعدك الحق قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح حينما أمر الله عز وجل السماء أن تمطر والأرض أن تخرج ماءها فأغرق الناس لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينه وبين ابنه ابنه الذي من صلبه فكان من المغرقين طيب الغرق يا أخواني هذا هل هو لأهل الأرض كلهم ونوح كان منذرا لأهل الأرض كلهم أم كان لطائفة من الناس لأهل الأرض هذا الصحيح نوح عليه السلام كما يرى ابن عطية رحمه الله أنه قد بعث لأناس معينين وأن الغرق كان في سقع من الأرض ولم يكن للأرض كلها لماذا بماذا استدل بن عطية رحمه الله على هذا القول قال لأن بعثة النبي إلى الأرض كافة إنما كانت لنبي واحد من من محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا قبلي وذكر منها وأرسلت إلى الناس كافة فإذن الغرق كما يرى بن عطية رحمه الله أنه كان لصقع من الأرض ثم قال الله عز وجل ثم بعثنا من بعده ثم بعثنا من بعده أي من بعد نوح رسلا إلى قومهم إجمال لم يذكر أسماء هذه الرسل رسل كثير كما قال الله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك هناك أنبياء ذكرت قصصهم في القرآن وذكرت أقوامهم وهناك أنبياء كثير لم يذكر منهم شيء كما قال الله عز جل ثم بعثنا من بعده من بعد نوح رسلا إلى قومهم إجمال فجاءوهم بالبينات أي بالحجج والأدلة والبراهين كل نبي مؤيد بآية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة هذا حديث صحيح روى الإمام المسلم وغيره فما كانوا أي أقوام الرسل ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل منهم بما كذبوا به من قبل الضمير يعود إلى من بما كذب به قوم نوح من قبل أي أنهم كذبوا كتكذيب نوح الضمير في به يا أخوان يعود إلى من ها إلى قوم نوح والتقدير ومعنى الآية فما كان هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم الرسل ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح من قبل وقال النحاس هي عامة وليس المقصود ما كذبوا به أي كذب به قوم نوح قال ومن أحسن ما قيل فيه إنه لقوم بأعيانهم أي فما كان هؤلاء ليؤمنوا بما كذبوا به هم من قبل كقوله تعالى أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ثم قال الله عز وجل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ما السر في خاتمة الآية بهذه في قول الله عز وجل كذلك نطبع على قلوب المعتدين يقول العلماء إن الطبع هي عقوبة التكذيب فكل من كذب طبع على قلبه نسأل الله العافية والسلامة إن الطبع هي عقوبة التكذيب أنتم تعلمون يا أخواني أن دائماً خاتمة الآية تترجم عن معناها لها مناسبة أحياناً تكون ظاهرة وأحياناً تكون غير ظاهرة كذلك نطبع على قلوب المعتدين أي أن الطبع عقوبة التكذيب أي كما طبع الله على قلوب هؤلاء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم كذلك يطبع الله على قلوب من أشبههم من بعدهم وفيه تحذير لمن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تحذير ووعيد احذروا الطبع إياكم والتكذيب بالبينات والمراد أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل وأنجى من آمن منهم وذلك من بعد نوح عليه السلام كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح إذن هذا إنذار عظيم لمشرك العرب الذين كذبوا بسيد الرسل وخاتم الأنبياء ومرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال الله سبحانه وتعالى ثم بعثنا من بعدهم من بعد من؟ من بعد تلك الرسل الله قال ثم بعثنا من بعده أي من بعد من؟ من بعد نوح رسل ثم قال ثم بعثنا من بعدهم أي من بعد هؤلاء الرسل الذين لم تذكر لنا إنما أشير لم تذكر لنا أسلاء أسماءهم ولا أقوامهم ولا قصصهم لكن ذكر لنا أن رسولاً قد أرسل وأن قومه كذبوه وأنهم قد أهلكوا إجمالاً ثم قال الله عز وجل ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل موسى وهارون موسى وهارون إلى فرعون وملائه أي قومه إلى فرعون وملائه أي قومه بآياتنا بدأ الله عز وجل يذكر طائفة من الطوائف المكذبة من الطوائف التي أعرضت وكذبت بآيات الله تبارك وتعالى وهي من القرون التي أشار الله لها في أول الآية ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا أن ومن القرون المهلكة الظالمة قوم إيش قوم فرعون الذين أرسل لهم من أرسل لهم في الأصل من موسى عليه السلام فموسى طلب رغبة في أخيه وكان أكبر منه سنًا فقال سأل الله تبارك وتعالى أن يرسل معه وأخاه هارون ليكون له معينًا لأن فرعون طاغية متجبر فرعون الآن لما يوصف إنسان بجبروت يقال له فرعون فهو علم على من تجبر وتكبر أرسل له موسى عليه السلام أي حُجَجِنَا وَبْرَهِمْ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ أي نفس النتيجة أي استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحرٌ مُبين يا محمد لا تحزن قيل لك أن ما جيت به سحر فقد قيل لموسى عليه السلام قيل لموسى عليه السلام كأنهم قبَّحهم الله أقسموا على ذلك وهم يعلمون أن ما قالوه كذبٌ وبهتال قالوا إن هذا تأكيد لسحرٌ مُبين وقال الله عنهم في موضعٍ آخر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين قال لهم موسى الخطاب الآن والحديث كله لموسى عليه السلام منكراً عليهم أتقولون للحق لما جاءكم يعني لا تكذِّبون الحق هنا يا أخواني المراد به هنا الآيات التي أُيِّد بها موسى عليه السلام وهي العصى واليد فالعصى هي معجزة موسى التي وقع فيها عجز المعارض أتقولون للحق لما جاءكم أسحرٌ هذا ولا يُفلِح الساحرون موسى عليه السلام يقول تقولون هذا السحر وأنا أعلم أن الساحر لا يُفلِح ولا يُفلِح الساحر حيث أتى السحر كما قل مثل الكذب حبله قصير فلابد أن ينكشف قالوا أجئتنا أي قال قوم موسى لموسى عليه السلام أجئتنا لتلفتنا أي تثنينا وتبعدنا وتصرفنا عما وجدنا عليه آبانا يعني أنت يا موسى تأتي الآن لتنقلنا من دين الآباء والأجداد إلى دينٍ تدَّعيه إلى دينٍ أنت تقول هذا هو الدين الحق وغيره باطل وتكون لكم الكبرياء لكما أي لك أنت وهارون الكبرياء أي عظم والرياسة أنت طالب رئاسة يا موسى وهارون أنت تريد أن تبدِّل دين الآباء والأجداد لتكون أنت الملك لتكون أنت الرئيس لتكون لك العظم والكبرياء لكل من يتبعك أنت ستكون السيد المطاع لتكون لكم الكبرياء في الأرض لكن إمعانا في التكذيب يقولون وما نحن لكما بمؤمنين سنة الله سنة الله في هؤلاء المكذبين ما نحن لكما أيام وهذا يدل على قلة الأتباع كما سيأتي فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائم يفتنه فرعون جبار هذه القصة وإن اختصرت في سورة يونس فقد جاءت مفصلة مطولة في سورة إيش؟ مرت عليهم في سورة الأعرام صراع بين الحق والباطل وما ليس هناك قصة أعيدت وكررت وأجملت وفصلت واختصرت وبوسطت وبوسطت مثل قصة موسى عليه السلام لأنها مع فرعون لأنها تمثل الصراع بين الحق والباطل على أوجه فكثيراً ما يذكر الله عز وجل قصة موسى مع فرعون في كتابه العزيز لأنها من أعجب العجب إذ موسى إن فرعون حذر من أن إنساناً سيولد من بني إسرائيل يكون زوال ملكه على يده فكان يقتل ماذا؟ الأبناء ويستحي النساء وأتي من حيث حذر وتربى موسى كما قال الله وليتصنع على عيني تربى موسى أين؟ في خبايا؟ لا بل في قصر فرعون ومن طعام فرعون ويخدمه خدم فرعون الله أكبر إذلال لهذا الجبار المتكبر إذلال الذي قال ما علمت لكم من إله غيره فأوقد لي يهامن على الصرح لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبي حتى قال يعني ابني لي صرح كان يريد أن عامل الوقت وعامل الزمن حتى هو مقر في نفسه أنه كذاب فرعون فكان يقول لها ما نبني لي صرح فكان يريد لعلي أطلع إلى إله موسى يعني يريد عامل إلى أن يبنى ذلك الصرح ويطال في أمده ثم قال لهم يعني إن شئتم أن لا نبني هذا الصرح فإن النتيجة معروفة وإني لا أظنه من الكاذبين فهذه القصة يا أخواني تكرر معكم ذكرت في سورة الباقرة كما مر عليكم وذكرت كذلك في سورة في سورة الأعراف مطولة وقصة السحرة على وجه الخصوص يا أخواني ذكرت في الأعراف وفي هذه السورة وفي طاها وفي الشعراء كذلك فإن موقف موسى عليه السلام مع السحرة كان موقفاً عظيماً وقال فرعون لما حكموا على أن موسى ساحر وما معه سحر فالجيش الذي سيقابل به ما هو السحر فقال فرعون ايتوني بكل ساحر عليم ما هو أي ساحر ما نريد ساحر متدر ساحر مبتدر ساحر وعليم أي خبير عالم بخبايا السحر فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون أنتم تعلمون كما في قصة طاها أنهم تواعدوا ماذا؟ يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحاء لابد في صفاء الشمس حتى يتبين ولا يلتبس حينما تأتي عصى موسى فتلتهم ما أتوا به من السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون وإنما قالهم ذلك لأنهم اصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل كما مر في سورة سورة الأعراف وكما ذكر في سورة الشعر قالوا وَأِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنْ المُقَرَّبِينَ ما هو بس فقط أجر أعطيكم متروحون لأهلكم لا أجر خلاص أنتم من الحاشية أنتم من الأقربين أنتم من من يأمر وينهى أنتم ستكون لكم هيبة الملك ليش قال فرعون هذا لأنه يعلم أنها معركة مصيرية معركة حاسمة معركة عظيمة قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فأراد موسى أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما صنعوا ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ به باطلهم ولهذا لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم يعني الذي جاء به موسى كانوا مشتهرين بالسحر أصلا في زمن موسى على وقت فرعون ولم يأتي بأي ساحر أتى بدهات السحرة بعلمائهم قال الله في موضع آخر لما ألقوا واسترهبوا لأنه فعل سحر حتى موسى الذي كان متيقن من وعد الله تبارك وتعالى خاف فأوجس في نفسه خيفة موسى يعني أنا معي عصى أنا صاع يعني واذق بوعد الله لكن هذا السحر العظيم هذا الشيء المهول إذا كانت وقعت في نفس موسى المؤيد بالوحي صاحب الآية فما بالكم بسائر الناس يا أخواني أليس كذلك فما لكم بدغاء يعني عامة الناس أكيد أنهم خلاص استقر في قلوبهم أن فرعون صادر وهذا أنكى وأشد على فرعون حينما تستقر النفس على شيء ثم يأتي عكسه يكون أشق على النفس أليس كذلك عندما يقال لك هذا الشيء وتذقا ثم يقال لك هذا لم يحصل أنكى من أنك الخبر لم يأتك ولم تصدق أو لم يأتي بشيء أو لم يتبين لك حقيقة فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف وحيا إنك أنت الأعلى أي المنتصر وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا يمينك فقط العصر إنما صنعوا كيد ساحر وأنت معك ليس بسحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وقال الله هنا فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ولعله قاله بعدما أوحى الله له وأمره بأنه هو الأعلى وأنه المنتصر قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وفي خاتمة الآي يبين أن السحر فساد بل هو عين الفساد أن السحر هو الفساد العظيم فكم فرق يا أخواني السحر وإننا نرى عائلات ونرى أناس يأنون تحت وطعة السحر فحسبي الله على كل من سحرهم وعذبهم بالسحر فالسحر عين الفساد لكن هذه الآية أقول العلماء ما قرئت على ساحر أو على سحر إلا أبطلت ما جئتم به السحر إن الله سيبطله وينبغي للقارئ إذا علم إنسان السحر أن يعيد هذه الآية وكررها على المسحور ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلحه عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته يحق الله الحق بكلماته يحتمل أنه من بقية كلام موسى عليه السلام ويحتمل أن يكون من إخبار الله عز وجل ورجح بن جرير وابن عطية أنه من تمام كلام موسى عليه السلام أي أن وقائل ويحق الله الحق بكلماته من تمام كلام موسى وكلمات أي كلماته الأزلية السابقة في الوعد بذلك أن ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلحه ويحق الله الحق بكلماته ولو كريها المجرمون وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من المجلس السادس من مجالس تفسير سورة يونس صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر